من قناة الجديد مساء الخير في عنوين هذه النشرة مجلس وزراء عرسالي بالمدفعية وعالبطي سكاي بار نار تحرق سماء بيروت المتوهجة في الخاص جرثومة تنتقل عبر المواقع الإلكترونية فقط أبو طائية نقطة عبور للقاء النصرة حزب الله للمستقبل خضر عدنان يشعل معركة الأمعاء الخاوية دائما يخرج من السجن محمولاً على الأكتاف منتصلاً أو محمولاً على الأكتاف الشهيد وفي النشرة الناشطون يتساءلون الجولاني من يكون وحقيقة الأمر الخطأ القادم على حزب الله ليس على ربنا تفاصيل هذه العنوين وأكثر تتهابعونها في النشرة بعد قليل أهلاً بكم يحق لمجلس الوزراء أن يدخل بالمدفعية السياسية إلى نقاش عرسال ويجوز له أن يجادل ويختلف ولا يقرر ويحيل أمر البلدة إلى جلسة لاحقة لكن للجيش وحده أمر كل يوم ووحداته كانت تتقدم إلى قلب البلدة في أعلى لحظات الخلاف السياسي على طاولة الحكومة ويجول اللواء الثامن وسط ترحيب الأهالي مترافقاً مع كلام لقائد الجيش يؤكد التصدي بشكل يومي للمجموعات الإرهابية التي تحاول التسلل عبر الحدود موضحاً أن الجيش قام بما لم تتمكن منه أقوى الجيوش التي واجهت وتواجه تنظيمات كهذه ودلالة مواقف قائد الجيش تطبق على الأراضي العراقية والسورية حيث جيوش التحالف الغربي تعلن هزيمتها يومياً وتقدم المحافظات الواسعة طبقاً سهل الهضم لداعش ودول تلك الجيوش تتقدمها أمريكا تمارس المحبات مع إيران وسوريا فتعلن أنها تتوسع في تدريب المعارضة فوق الطاولة ومن تحتها تمد اليد العسكرية إلى كل من طهران ودمشق فهي نصقت مع إيران لتحرير مصفات بيجي النفطية ولم تعترض على دخول الحجد الشعبي الإيراني العراقي في معركة الرمادي بل مررت استياءاً شكلياً على اسم المعركة وساهمت في تغييرها من يا حسين إلى يا عراق وكأننا بتبديل الأسماء سوف نستبدل الدولة المؤسسة والطائفة الشعية المحررة ويصبح الحشد الشعبي حشداً متعدد الجنسية واشنطن التي تعلن منذ خمس سنوات مواقفاً أعتقد أنها ستزيل الرئيس بشار الأسد غداً هي نفسها تودع أسرارها السياسية عند وزير الخارجية الروسية سرغي لافراف وتبلغ اليوم أن مواقف روسيا وأمريكا متقاربة تجاه سوريا خصوصاً فيما يتعلق بالحل السلمي يقرأ حزب الله في لبنان هذه الوقائع على تفصيلاتها ويقرر خوض معارك حماية الحدود التي ستشكل له بروفا لأي حرب مقبلة مع إسرائيل الحزب أكد اليوم في اجتماع كتلته النيابية أن التصدي لخطر المجموعات الإرهابية واجب وطني ولا يحتمل أي تقصير وهو بهذا المعنى لم يقصر من جانبه واستخدم في حربه على الإرهاب أسلحة متطورة لم تكن موضوعة في الخدمة أثناء المواجهة مع إسرائيل كل تكنولوجيا التفجير عبر الطائرات من دون طيار والتصوير والمراقبة جو أرض والصواريخ التي تصيب أهدافها ستشكل غدا عنوين بحث وتحر لدى الجانب الإسرائيلي الذي سيصل إلى إعلان حالة الندم لدعمه تنظيمات إرهابية ورعايته لها ومعالجته جنودها في مستشفيات تل أبيب في سالف الزمان أخضقت السعودية ملايين الدولارات على أسامة بن لادن لمحاربة السوفيات بطلب أمريكي فحلت على الجميع لعنة القاعدة وسالفاً وإلى زمننا الراهن سلحت دول الخليج التنظيمات المتطرفة بهدف قلب أنظمة عربية فحلت شياطين الدولة الإسلامية وفي كلتاً لعنتين كانت الدول الراعية للإرهاب تدفع من خزينتها في معارك مضادة لكن الندم الأكبر سيكون غداً عندما تنظر إسرائيل بعين القلق إلى إرهاب احتضنته ودللته عند أطرافها ورب سلاح متطور يجربه حزب الله اليوم ضد النصرى وينقله غداً في أي معركة محتملة في وجه إسرائيل كل ما حولنا سريرا على البطيء وسهيل بوجي من أثاث المجلس تقرين للزميل جاد غصن الأحداث في البلاد كما في المنطقة تتسارع وكان شيئاً كبيراً يلوح في الأفق على الرغم من إزالة الحواجز وفتح الطريق بين شارع المصارف وساحة رياض الصلح وحده مجلس الوزراء يبقى مختبئاً وراء الأسلاك الشائكة وكانه جزيرة منفصلة عن البلاد وتسارع أحداثها ما أن تطأ قدمك أرض مقر الرئاسة الثالثة حتى يصبح كل شيء بطيء النقاشات تؤجل والقرارات تنتظر والحلول في برودة الثلاجة وحده سهيل بوجي محنط لا التقاعد يزيله عن طاولة المجلس ولا القوانين ولا الدستير اجتمع الوزراء اليوم للاطلاع على وضع منطقة عرسال اليوم يطلعون بعد نحو عشرة أشهر على معارك المنطقة وأسر جنود الجيش اللبناني قرروا أخذ فكرة عما في تلك المنطقة البعيدة ولكن لا شيء مستعجل فليؤجل استكمال البحث إلى الاثنين صار فيه نقاش هادئ ورصين حول هذا الموضوع وقد أبدأ كل من الوزراء جبران بيسيل والوزير حج حسان رأيه في هذا الموضوع وكذلك أدل عرض وزير الدفاع الوطني الوضع الأمني في عرسال وأنا بعتقد أن الأمور زهبة إلى توافق إلى الاتفاق على موقف موحد من قضية عرسال وإن شاء الله كذلك من قضية تعيين القيادات الأمنية ماذا عن ملف الوزير السابق مشال اسماحة وإحالته إلى المجلس العدلي فليؤجل بدوره ماذا وراءنا للاستعجال ولكن في الكوب الفارغ مسحة رطوبة فقد عين المجلس أعضاء مجلس القضاء الأعلى أما بقية التعينات فلتنتظر في الأمس شعر الناس أن المجلس أمام ملف قد يفجره عندما تقرر الغوص في ملف عرسال المهددة بمعارك قادمة هي لبساطتنا وتسرعنا ففي مجلس الوزراء هنا الشغل نظيف بيخذ وقته جدغصن قناة الجديد مساء أمس احترق سكايبار كيف تحول سهر بيروت إلى رماد التفاصيل مباشرة مع الزميل نوال بري نوال تفضل الهواء لك ضعينا في تفاصيل مجرى نعم داليا يعني بالفعل كما ذكرت يعني هنا أمامنا المشهد مشهد بيروت الذي اعتاد من يأتي ليسهر دائما في سكايبار أن يجد هذا المشهد الجميل أمامه وتنعكس الصورة طبعا هنا في الملهى الليلية المعروف لمن يأتي ويحب السهر في لبنان بأنه من أهم الملاهي الليلية إذا صح التعبير اليوم تحول بالفعل المشهد من حياة ليلية وسهر وموسيقى وإضاءة إلى تفحم إذا صح التعبير بعدما احترق ليل أمس الملهى الليلي بشكل شبه كامل ويعني أصبح في عداد إذا صح التعبير يعني انتهى كل ما فيه هنا من هذه الجهة كما ترون داليا من الجهة المقابلة الآن سوف يساعدني زميري أيضا في رؤية الجهة الأخرى التي لم يصبها شيء ولكن هي بقعة صغيرة مما تبقى من الملهى الليلية هنا في سكاي بار داليا سوف نحاول أن نتحدث مع المدير العام ليس كاي بار سكاي مانجمنت بول عون بول شو صار مبارح بالضبط هون يعني على الساعة ثلاثة وربع الصباح جينا اتصال أنه في حريق بالمحال نعم توجهنا دغري لهون وصلنا كانوا الدفاع المدني وصل قبلنا الأطفائية وكانت الأطفائيات عم بتطفي الحريق من تحت كان نبين النار والدخان وتطلعنا إلى هون بيّن علينا الدماري اللي نبين هلا بس كان بعد فيه دخان ونار بالمحال نعم نطلب من زميلة هشام يمكن شوي يبرم بالكاميرا لنفرج النار وبعدين سيطروا على النار بس للأسف كانت أكلت تقريباً يلي شفتيه القسم الأكبر من المحل والدمار متل ما انيك شايفي والخسير هيلة بفعل يمكن حتى الكاميرا ما حتقدر توصل الصورة مظبوط قدي حجم الدماري ممكن ما بيقى شي على حاله إذا صح التعبير بول أنتوا كنتوا مفروض تفتحوا قريباً الافتتاح كان مفروض قريباً كان الافتتاح 12 أف جون 12 شح زيران نعم يعني بعد أسبوع أسبوعين تقريباً عشرة أيام بس بيلي شايفينه اليوم ملاح يكون في سكايبر هادي الصيفية عرفتوا من شو؟ لأ بعد ما عرفنا بالتحديد من شو لأنه الخبر بعضنا بيكشفوا وبعدنا بيطلعوا على الأضرار اللي صايرة بس أغلب الظن يمكن احتكاك بالكهرباء أما شي من هالنوع شي أنت يمكن سوريا قتشتك عم تقول ما في سكايبر هاي الصيفية؟ إيه ما لح نلاح الدمار اللي صاير ما بيتزبط بالوقت الكيفية حتى نرجع نفتح فيه بول يمكن هدا بضحط شوي نظرية طبعاً نحنا عم نقول شو نحكا أنه يمكن أنتو عملتوها كرميل إنشورنس اليوم الخسارة الموسم يمكن أكبر من أي إنشورنس تعويد أو شي؟ هذه الخسارة اللي أكتر من الخسارة الميدية هي الخسارة المعنوية اللي تكبدناها لأنه هيدا مثل ابننا المدلل يعني سكايبر حطنا وحط لبنان وحط السهر بلبنان والتوريزم بلبنان حط على الخارطة العلمية ونحنا بنفتخر أنه كنا قصم كبير من اللي صار بلبنان والوج لبنان الحضاري اللي عب يطلع على العالم الخارجي بنتأسف أنه السنة ما لح نكون موجودين بس أكيد سكايبر ما بيموت سكايبر بيرجع وأحسن مما كان نعم تينكي بول داليا لربما هنا نود أن نشير إلى أنه أيضاً في الداخل يعني عند المدخل وحتى هنا هذه المنطقة لا يمكننا الدخول نظراً لخطورة المنطقة هنا بفعل الحريق ومن الممكن أن يقع أي شيء حتى بول قال لنا يعني ما تأربوا في خطر أن يوعى أي شيء وبالتالي المشهد لربما واضح أمامكم الآن هذا ما حدث في سكايبر وهم يقولون إذن القيمون هنا يقولون أنه لن يفتح هذا الموسم طبعاً داليا بانتظار معرفة ملابسات الحادث وما جرى طبعاً هذه الأجواء من هنا أجواء الرماد إذا صح التعبير نعم شكراً للزميلة نوال بريا التي كانت معنا مباشرة من سكايبار ذو الأسيرين لدى جبهة النصر ناهي أبو قلفوني وميمون جابر يزورنا هما في جرود عرسال من معبر أبو طقي وينشدون الدولة الجدية في حل هذا الملف إلى عرسال توجه نادر وشقيقته دارين أبو قلفوني شقيقاء الأسير ناهي أبو قلفوني وعائلة خالهما والد الأسير ميمون جابر المحتجزين لدى جبهة النصر وهناك التقوا الشيخ مصطفى الحجيري الذي رافقهما إلى جرود البلدة حيث قابلا شقيقيهما الزيارة استمرت بضع ساعات وجاءت بعض طول غياب قصري قد يطول وقد يقصر لا أحد يعلم فالقضية رهن بالمساعة التي تبذل على غير صعيد لإطلاق سراح جميع الأسرة لدى أي جهة كانت على أن رحلة الإطمئنان إلى صحة الأسيرين لا تكفي وحدها كما قالت أسرتاهما فالقلق والخوف على مصيرهما يبقى هو الهاجس والخبز اليومي لأفراد الأسرتين ويأمل الشغيقان إطلاق صراح شقيقهما الأسير وزملائه الأسرة وأن يجمعهما لقاء قريب في منزل العائلة لا في جرود عرسال قائد الجيش يؤكد أن كل عوامل التخويف والتشكيك ساقطة أمام مناعة الجيش وجاهزيته تمأن قائد الجيش العماد جانقهوجي إلى أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والسجالات الداخلية حول الاستحقاقات والمواضيع المطروحة لن تؤثر إطلاقا في إرادة الجيش للحفاظ على مسيرة السلم الأهلي وحماية العيش المشترك بين اللبنانيين ومواصلة مواجهة التنظيمات الإرهابية على الحدود الشرقية كلام قهوجي جاء في خلال زيارته فوج المدفعية الأول في الكارنتينا حيث جال في مراكزه واطلع على نشاطاته التدريبية ومهمات وحداته المنتشرة عملانيا ثم اجتمع بالضباط والعسكريين وأعطى توجيهاته اللازمة ولفت قائد الجيش إلى أن قوى الجيش تتصدى يوميا للمجموعات الإرهابية التي تحاول التسلل عبر الحدود وهي تواجه هذه التنظيمات بمنتهى الحزم والقوة مهما تطلب ذلك من تضحيات نحن صبرنا كتير واصمدنا وربحنا بأسعب الظروف وأشد المحل نحن رح نطلع من هالمعركة منتصرين أكيد رح نطلع من هالمعركة صندين لأنه الحق معنا نحن عم ندافع عن وطننا عن حضارة ضاربي بالتاريخ عن وطن الموت ما قدر له وعن شعب ما بيريد إلا الحياة وأكد قهوجي أن الجيش لن يسمح بأي تعمية أو تشويش أو تحريف للتضحيات الهائلة التي قدمها في المواجهات الشرسة التي يخوضها ضد هذا الإرهاب التكفري منذ آبا الماضي وقد قام الجيش بما لم تتمكن منه أقوى الجيوش التي واجهت وتواجه تنظيمات كهذه ومع ذلك نطمئن اللبنانيين إلى أن كل عوامل التخويف والتشكيق ساقطة أمام مناعة الجيش وجاهزيته وتفنيه فيروس من نوع آخر يضرب المواقع الإلكترونية ويصيب اللبنانيين بالهلع تحقيق للزميل نوال بري فيروس خطر اشتاح لبنان ويهدد حياة اللبنانيين وهو ليس خطيرا فحسب إنما لتكتمل الدراما مكلف جدا البعض ذهب أبعد من هذا الترهيب فأعطى لبنان حق ملكيته الفكرية ليصبح الجرثوم اللبنانية ولكن كيف له أن يكون لبنانيا واسمه لا يستطيع معظم اللبنانيين رفضه ومتى اكتشف هذا الفيروس الذي انتقل سريعا من موقع إلكتروني إلى آخر حال الهلعي هذه التي عاشها عدد من اللبنانيين سببها ومن دون شك الفيروس رقم واحد في لبنان الكوبي بيست وما يليه من مضاعفات أبرزها عدم التأكد من المصدر أو من صحة المعلومات جيلان بري ليس فيروسا ولا ينتشر وليس جديدا والمؤكد أنه ليس لبنانيا جيلان بري هي اختصار لأسم الطبيبين اللي تم اكتشاف هل اكتشفوا هالحالة المرضية وهي حالة شلل رخو حاد وعادة هذه ليست ميكروبي بحد زيتها إنما هو رد فعل الجسم على الإصابة بفيروس أو ببكتيريا بعد ما يروح ويصح بأيام بأسبوع أو أسبوعين أو أكتر شوية أحيانا بتبلش هذه الأعرض إنه سبب المرض هو إنه الفيروس أو البكتيريا بعد ما تصيب الإنسان الإنسان بحاول يعمل رد فعل مناعي عليها بحاول يدفع عن حاله أحيانا هالرد الفعل المناعي بيكون غير مرقلج بالتالي بيدلوا شغال حتى خارج إطار المرض نفسه بقيم تم ما بنحس بإنه فيه شعور بإيدينا أو بإجرينا بيبلش عادة بالأطراف بالأصابع وبتطور شعور غريب شعور بالضعف عدم قدرة إنه بكون فينا نقدرين نحمل هالشغل ونبطل نقدر فيها نحملها بنحسها تطورت شوي أو كذا وخاصة إذا كان لنا مرض سابق قبل عدة أيام أو عدة أسابق الانتباه إلى الموضوع وهذا الضعف بيطلع من الطرف باتجاه المركز لحتى يصل إلى بعض العضلات اللي هي أساسية بالنسبة للحياة مثل العضلات التنفسية ولذلك فإذن ممكن كثير في ناس إذا لم ينتبه الواحد لها وتأخر بتشخيص الأعراض بيصير في معه النوع من القصور التنفسية يقدر إنه بلبنان مفروض تكون النسبي حوالي 1 إلى 2 بالمئة ألف معناها لازم نحكي سنويا عن حوالي بين الـ 40-50 للمئة إصابة بلبنان ونحن معوّدين كل سنة منشوف بعض الإصابات بهذا المرض إذن يؤكد دكتور بزري أن هذه المتلازمة يمكن معالجتها لكن تكلفة العلاج قد تصل للحد الذي تحدثت عنه وسائل الأعلام أي 30 ألف دولار هناك علاجات ثبت فعاليتها من 100% ولكن فعالي بالنسبة عالي أهم هي مسميها الأسامة الضدية أنتي باديز علاج غالي يمكن من هون يبقى أجد فكرة غالي يعني الرقم اللي حكيتيه منه كتير بعيد عنه وعن سبب استيقاض وسائل الأعلام على مرض لم يغب يوما ربما يمكن مثلا في بعض الحالات التي أصيبت أو سأبت يعني عدة حالات أصيبوا مع بعضهم ودخلوا على المستشفى أو ما كان معهم يدفعوا أو المريض لم يتم الانتباه تشخيصه مبكرا بالسرعة الكافية لكن هذا عادة ما بيأخذ الشكل الوبائي يعني ما بيكون مثلا منه جريب أو إنفلوانزا بتصيب 101-500-1000 فرد وقت منه وبائي طبيعه منه عدوى المريض أساسا بس يأخذ الأعراض بتكون حتى علامات الجريب عنده صارت منتهية على قاعدة جل من لا يخطئ فإننا سنأخذ الجانب الإيجابي مما نشرته المواقع الإلكترونية وهو جعل المواطنين يبحثون عن هذا الفيروس ليجدوا أنه مرض ضوع وارض سهلة التشخيص ويمكنوا أن يصيبهم فالتواية إذن قد تنقذ أرواحا على رغم من الهلع الذي ضرب أنفس كثيرين الجلاني الناشطون يتساءلون هو أم لا عرضت قناة الجزيرة مقابلة مسجلة قالت إنها مع أمير جبهة النصر أبو محمد الجلاني وفي المقابلة لم يظهر وجه من قالت المحطة إنه الجلاني إذ جرى تصويره من الخلف كي لا تظهر له أي ملامح ونقل ناشطون أن مواقع الجهادية أوضحت أن المقابلة صورت في محافظة إدلب السورية مؤكدين أن طيران التحالف الدولي الذي استهدف مقرا لجبهة النصر منذ أيام كان هدفه الرئيس الجلاني بعد معلومات عن مكان وزمان المقابلة وصلت إلى الأمريكيين غير أنها لم تحقق غايتها بسبب تغيير مكان التصوير المقرر من المكان المستهدف إلى مكان جديد قبل ساعة من الموعد بطلب من أمنيين في جبهة النصر هناك ونشر ناشطون صورا قديمة لمحافظ إدلب تظهر فيها الكراسي التي جلس عليها الجلاني ومحاوره الصحفي في قناة الجزيرة أحمد منصور حزب الله يحاول أن يخيف اللبنانيين أن خطر قادم على لبنان وحقيقة الأمر الخطر قادم على حزب الله ليس على لبنان ولبنان لا علاقة له في هذا الخطر فهو يريد أن يحشد كل هذه الطاقات الموجودة في لبنان على اعتبار أن هذا الخطر هو على الجميع ليس عليه فحسب وذهب بعض الناشطين أبعاد حين راقبوا الكلمات العمية التي خرجت من فام الجولاني في أثناء الحوار إذ سأل أحدهم في منطقة سورية يقول السكان كلمة أستراد بدلا من أستراد في محاولة لمعرفة المنطقة التي يحمل لكنتها الجولاني من جهته كتب المعارض السوري فراس طلاص شقيق العميد المنشاق منافط طلاص على صفحته على موقع فيسبوك في أثناء المقابلة منذ فترة طويلة أكد لي صديق أن الجولاني هو واجهة لخاله القائد الفعلي للنصرة وأعطاني اسم الشخصين هذه المقابلة أكدت تماما ما أكده وكانت الاستخبارات العراقية قد عممت في مطلع عام 2013 صورة قالت أنها للجولاني ظهر فيها حليق الضقن يذكر أن هذه المقابلة هي الثانية للجزيرة مع الجولاني إذ استضافته في نهاية عام 2013 ضمن برنامج لقاء اليوم الأسير الفلسطيني خضر عدنان يشعل معركة الأمعاء الخاوية داخل معتقلات الاحتلال اليوم الخامس والعشرين على التوالي ضد سياسة الاعتقال الإداري تقرير للزميل نزار حبش في قرية عرابة قضى جنين تجلس عائلة فلسطينية يسكنها الصبر لأي خبر عن ابنها لاسير خضر عدنان المضرب عن الطعام في معتقلات العدو لليوم الخامس والعشرين دون مداعمات غذائية وهي تدرك أن قرار ابنها لا رجعة عنه فيما تشتعل مشاعر الخوف على حياة زين شبابهم لسيما وأنه معرض للشهادة في أي لحظة تاريكا خلفه ستة أطفال وزوجة كان حديثه معي أنه إنسان إذا تم تجديد الاعتقال الإداري إلوه في اللحظة الأولى اللي بستم فيها قرار الاعتقال الإداري رح يعلن إضرابه عن الطعام وأنه مقبل على مرحلة أمام أمرين إما النصر أو الشهادة إما أن يروح يعني يخرج من السجن محمولا على الأكتاف منتصرا أو محمولا على الأكتاف شهيد خضر عدنان غير معادلة الاعتقال وأطلق نهجا جديدا في المقاومة وراء القطبان فهو أول من خاض معركة الأمعاء الخوية ضد الاعتقال الإداري نهاية عام 2011 على مدار 66 يوما مجبرا العدو على إطلاق سراحه أنذاك لكن العدو سرعان ما اعتقله للمرة الحدية عشر في حياته الإفراج عن الأسرة لا يتم إلا بخطب جنود إسرائيليين أو بمعركة الأمعاء الخوية التي استمر فيها ولدي لمدة 66 يوم وخرج منتصرا حول الله وقوة وتمارس حكومة العدو سياسة الاعتقال الإداري على الفلسطينيين والمتمثلة باعتقالهم دون توجيه أي تهمة تذكر لقرابة ستة شهور تجدد تلقائيا أكثر من مرة على أهواء ضباط المخابرات عدد المعتقل الإداريين حاليا 450 معتقل إداري إسرائيل لا تستند إطلاقا للاعتقال الإداري من منظور القانون الدولي وإنما من خلال تفعيل قانون الطوارئ البريطاني مضافا إليه مجموعة من الأهمر العسكرية ووصل عدد الأسرى الفلسطينيين داخل معتقلات الاحتلال القرابة الخمسة آلاف معتقل من ضمنهم أربع وعشرون أسيرة وقرابة المئتي طفل تستمر معركة الأمعاء الخوية حتى تضيئ شهور الجوع عتمة الزنزين وتشعل شموع الحرية أو الشهادة هي فلسفة الأسرى الفلسطينيين التي أجبرت الاحتلال على الخنوع أكثر من مرة لإرادة صلبة وإصرار مقطع النظير من أمام معتقل عفر الصيوني نزر حبش قناة الجديد رئيس فؤاد السانيورة يؤكد أمام قوس المحكمة الدولية أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست حليفا لفريقه السياسي وينفي امتلاكه خبرة عسكرية تؤهل الخوض في الحديث عن قدرات حزب الله العسكرية لكنه يصفها بذات الوزن الكبير أكمل الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان استجواب الرئيس فؤاد السانيورة الذي أكثر من تكرار عبارة لا أذكر كلما طرح عليه المحامي أطوان قرقماز سؤالا وفي هذا السياق نفى رئيس كتلة المستقبل علمه بمقال صحفي نقل كلاما عن السفير الأمريكي في لبنان أن ذاك جفري فلتمان تحدث فيه عن مفاوضات مع حزب الله حضرة المحامي استعملت عبارة الحلفاء حلفاء مع مين؟ عن من تقصد ذلك؟ أسيد كوركماس أنا وبشكل منفتح أفكر هنا بالدعم الدعم البلايات المتحدة لكم وما من خجل في هذا الموضوع أنت تضع على لساني عبارات أنا حتما لا أستعملها الولايات المتحدة ليست حليفة لي الولايات المتحدة دولة نوال العظمى كان لها دور في القراءة السبعمية وواحد ولكن ليست حليفة لنا كفريق سياسي على أي حد أعود وأكرر السفير فلتمان لم يعدني بشيء يتعلق بمزرعة الغجر نحن لم نتلقى أي وعد بأي هدية عيد ميلاد للبنان بشأن قرية الغجر السنيورة حاول جاهدا انتقاء كلماته أمام القضاء لكن أسئلة القاضي نيكولال تياري له عن الجناح العسكري لحزب الله جعلته يقول الشيئة ونقيدة الحقيقة أنا لم أجتمع يوما بممثلين عن الجناح العسكري الذين اجتمعتوا معهم في هذا الخصوص كان إما السيد حسن نصر الله أو الحج حسين خليل أو نواب حزب الله وتحديدا السيد محمد فنيش هل أن الجناح العسكري في حزب الله له قائد غير السيد حسن نصر الله أنا لا أعلم التراتبية العسكرية للحزب ولم أجتمع بأحد منها هل تعرف على الأقل إن كان الجناحان يتواصلان فيما بينهما أم لا أعتقد حزب الله هناك مركزية شديدة وبالتالي لا يتصرف فريق بمعزل عن رأي الفريق الآخر وحتما الجناح العسكري له وزن كبير إذ لم يكن هو الفريق الوازن تدقيق الدفاع فيما نقله السنيورة عن تهديد الرئيس السوري بشار الأسد للرئيس الشهيد وقوله إنه سيكسر لبنان فوق رأسه جعلت السنيورة الهادئ يحتد أكرر أن هذه الكلمات كلها ذكرت تحديدا نصا بكل حرف منها القاضي ري هل من أهمية بالنسبة إليك بين المسألتين أي سيكسر لبنان على رأس الرئيس الحريري أو سيكسر لبنان فقط هل بالنسبة إليك ثمت أي فرق أم العبارتين لهما المعنى نفسه دعني أوضح لك حضرة القاضي أن هذه العبارة سأكسر على رأسك هي عبارة مستعملة يعني عندما يتخصم اثنان ويود أحدهم أن يعني أن يبدو شديدا ومعنفا يستعمل عبارة سأكسرها على رأسك وأعتقد أن الرئيس الأسد استعمل هذه العبارة لأن الرئيس الحريري ذكرها أمامي عدة مرات بأنه قال له سأكسر لبنان وسأكسره على رأسك أن ينطق رئيس جمهورية لبلد لبتجاه رئيس وزراء بلد ثاني بهذه الطريقة هذا أمر ليس ليس مستهجنا هذا أمر خطير جدا وأن يتلقاه في وجه الرئيس الحريري يعني هذا تهديد وجاهي هل سبق أن سمعت مثل تلك التهديدات يوما ما في مختلف السنوات التي مرات أبدا وكان رئيس المحكمة القاضي ديفيد راي قد كشف في الجلسة الصباحية أن أربعة من الشهود السريين سيدلون بإفاداتهم عبر نظام المؤتمرات المتلفزة في الفترة الممتدة بين شهري حزيران وتموز ملف عرسال العالق المؤجل من جلسة إلى جلسة هل يمكن تفادي المعركة العسكرية تقرير للزميل أدم شمس الدين ملف بعد جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل والتضاح الصورة كل ما يمكن الركون إليه بخصوص مستقبل عرسال وجرودها مقترحات مركبة بين حزب الله وتيار المستقبل ينص أحد المقترحات على دخول الجيش اللبناني عرسال وأحكام السيطرة عليها وعلى الممرات التي تربطها بالجرود بعد توفير المستقبل المظلة السياسية والمذهبية بالتوازي مع مساعن ديبلوماسية يجريها الرئيس سعد الحريري على الخط السعودي القطري التركي بانسحاب الجماعات المسلحة باتجاه العمق السوري وبموافقة النظام وتزامنا مع سيطرة الجيش على البلدة ونزلا عند طلب حزب الله والوطني الحر تفكك مخيمات اللاجئين المنصوبة في جرود عرسال وتوزع على مخيمات في البقاع على أن المقترح التالي الذي أوردته صحيفة السفير اليوم في افتتاحيتها يواجه تعقيدات عدة أرى بأن الحديث يعني يجري عن حل مشكلة أرسال وهي يعني تحت مشكلتين لكن غير معلنتين المشكلة الأولى أن يشارك الجيش في معركة القلمون وأن يتحرك بالواقع من أجل إما أن يكون هو المصدمة وإنما أن يكون هو المترقة لقتال المسلحين الذين بالفعل اتجهوا بعد الضغط عليهم من تشكيلات حضب الله من منطقة القلمون الأوسط باتجاه القلمون الشمالي ويعني أصبحوا بمقابل مواقع الجيش وعرسال ورسال هذا من جهة الجهة الثانية أنا أفهم بأن هناك طلب من مجلل الوزراء أن يتخذ قرارا وأن يطلب من الجيش تنفيذه وهو نقل أكبر عدد من النازحين أو اللاجئين السوريين الموجودين في منطقة أرسال ليس في أرسال ولكن أيضا في خارج أرسال وتوزيعهم على مخيمات للاجئين في منطقة البقاء هذا الموضوع يجب أن ندرك بأن هؤلاء اللاجئين الموجودين في منطقة أرسال أو في جرود أرسال هم من أهالي بلدات القلمون نفسها عملية رفض من قبل المسلحين وسيؤدي إلى اشتباكات وقد يكون عمليات تسلول باتجاه مراكز الجيش من هؤلاء من أجل حقول دون هذه العملية في حالي تعذر تحقيق المقترح التالي وبعيدا من مقترحات غير واقعية كالمراهنة على مبادرة بعض الطيرات السلفية إلى صحب فتيل الأزمة أو المراهنة على اللجوء أهالي عرسال إلى تحرك ضاغط في وجه المسلحين يبقى الخيار الأكثر ترجيحا اتجاه حزب الله إلى خوض معركة جرود عرسال من دون الاقتراب من البلدة أو من مخيمات اللاجئين السوريين معركة يبدو أن الحزب قد بدأ بخوض غمارها باستهدافات وقدم تدريجي أدم شمس الدين قناة الجديد كتلة الوفاء للمقاومة تؤكد أن الأصوات التي صدرت عن البعض في تيار المستقبل لن تفلح في التغطية على تورطه مع الإرهاب بعد اجتماعها الأسبوعي رأت كتلة الوفاء للمقاومة أن التصدي لخطر المجموعات الإرهابية التي تتخذ من عرسال مقرا لها هو واجب وطني على الجميع مؤكدة أن الحكومة مسؤولة عن القيام بواجباتها تاهزة دائما للدفاع عن لبنان وشعبه وهي تساند الجيش والمؤسسات الأمنية والعسكرية موضحة أنه طالما هناك تهديد فإن شرعية المقاومة باقية باسم القانون الدولي مهما حاول البعض تلفيق الأكاذيب حولها إن الأصوات التي صدرت عن نواب ومسؤولين في حزب المستقبل تأتي في سياق معتاد عليه هؤلاء من افتعال المشاكل واختلاق الالتباسات وإخراج الحقائق عن مواضعها وهي بكل حال وتأكيد لن تفلح في التغطية على تورط حزبهم بالاحتضان المبرمج الأدوار لعصابات الإرهاب التكفيري في لبنان أو في حجب مسؤوليته السياسية والأخلاقية بأدنى اعتبار عما أصاب اللبنان واللبنانيين من انتهاكات وجرائم جراء اعتداءات تلك العصابات وإرهابها ضد المدنيين من جهة أو ضد العسكريين في الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الرسمية من جهة أخرى ولفتت القتلة إلى أن دخول الفراغ الرئاسي عامه الأول يجب أن يحفز جميع الأفريقاء على انتخاب رئيس الجمهورية يستجيب لهذه المرحلة على أن يتمتع بأكثرية مسيحية وقبول عام من الشعب اللبناني اتحاد المقعدين اللبنانيين يطلق تقريرا عن الإعاقة والحق في الوصول إلى المعلومات خمسة عشر سنة مرت على صدور القانون ميتين وعشرين على الفين الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين ولأن حقوقهم ما زالت حبرا على ورق فقد أطلقت المنظمة الدولية للأشخاص المعوقين ومنظمة المادة تسعة عشر واتحاد المقعدين اللبنانيين تقريرا عن الإعاقة والوصول إلى المعلومات في لبنان حيث أظهر التقرير أن التزامات لبنان الحالية تجاه القانون الدولي تفرض عليه أن يكفر للأشخاص المعوقين الوصول إلى المعلومات وأن تكون سهلة المنال نحن مصرين أنه لا بدنا نعرف بدنا نعرف كل وزارة كيف عم تشتغل بهذا الموضوع حقوقنا شو عندها تحديات وشو عندها اتراحات بدنا نعبر وصوتنا يوصل للمسؤول وهالصوت يحترم يحتاج زوء الإعاقة للوصول إلى المعلومات إذا ما أرادوا أن يشارهوا في الأنشطة المجتمعية والتغيير السياسي ومواجهة تاريخ مديد من الإقصاء السياسي والإقصاء السياسي والاقتصادي إن إفصاح الحكومة عن معلومات بشأن المالية العامة ونتائج السياسات العامة يعتبر عنصراً رئيسياً من عناصر الوصول إلى المعلومات وتالياً يشكل خطوة أساسية من خطوات الشفافية المنجودة يرصد التقرير أن الوصول إلى المعلومات يكون غالباً غير ميسر وفي بعض الأحيان تكون المعلومات غير موجودة حسب القانون الدولي الناس مثل كل الآخرين يحق لهم الحسول على المعلومات إن لبنان في التور تبني قانون الحسول على المعلومات وهذا يعني إن الأشخاص المعوقين يستطيعون البحث ومعرفة ماذا تفعل حكومتهم وأوسط تقرير الحكومة اللبنانية بإصلاح القانون 220 على 2000 الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين بالتشاوري مع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة أزمة الفيفا تتفاعل قضائياً وانتخابياً والكرة المستديرة تهز العلاقات الأمريكية الروسية تحولت صنام الفيفا إلى حالة تندر وسخرية على صفحات التواصل الاجتماعي ومنها رسوم تظهر القبض على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جزاف بلتر بتهمة الفساد ارتدادات الزلزال الذي هز الفيفا المتمثل في اعتقال الشرطة السويسرية قيادات بارزة بتهمة الفساد والرشا وغسيل الأموال تواصلت وجاء بعضها أقوى من الأصل فيما أعلن أن الشرطة لم تقرر الحاجة للاستماع إلى رئيس الفيفا في التحقيقات تقارير في ترينداد وتوباغو أكدتنا باعتقال نائب رئيس الفيفا السابق جاك وورنر وخروجه من السجن بأربعمائة ألف دولار ككفالة وهو أحد الذين اتهمتهم السلطات الأمريكية باستغلال مناصبهم لحصد ملايين الدولارات بوسائل غير شرائية وإذ أعلنت الشرطة السويسرية تسليم المتهمين للقضاء الأمريكي دخلت السياسة بقوة على الخط فاتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل في شؤون الفيفا بهدف سحب استضافة روسيا لمونديال 2018 وفيما أصدرت الخارجية الروسية بيانا تحدثت فيه عن حالة جديدة من التطبيق غير المشروع للقوانين الأمريكية خارج الحدود رأى وزير الخارجية الفرنسي لورون فابيوس أن المشهد كارثي وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند وبتأثير العداء من اتحاد الكرة الإنجليزي لبلاتر تحدث عن أخطاء فادحة في الفيفا مشيرا إلى شعور مشجعي كرة القدم في أنحاء العالم بالخزلان بعدما تلطخت سمعة اللعبة الشعبية وفيما طالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوافى بتأجيل انتخابات رئاسة الفيفا المقررة غدا رفض نظيره الأسيوية المبدأ متناغما مع موقف الأمير علي بن الحسين المنافس الوحيد لبلاتر على الرئاسة أزمة الفيفا لم تتفاعل سياسيا فقط بل انعكست على سوقها الاقتصادي حيث عبرت الشركات الرعية للمونديال عن قلقها من اتهامات الفساد ومعارضتها أي شكل من أشكال التلاعب أو الرشا ورأت أن ما يجري أضر بالمونديال وقيم اللعبة وكان لافتا أيضا تراجع البورسة القطرية في بداية التعاملات اليوم بعدما كثر الكلام عن إعادة فتح التحقيقات بملف فوز الإمارة الخليجية باستضافة مونديال 2022 تنظيم الدولة ينشر تقريرين مصورين من داخل مدينة تدمر نشرت وكالة أعماق الإخبارية التابعة لتنظيم الدولة صورا أولية من داخل السجن مدينة تدمر التي سيطر عليها التنظيم قبل أسبوع وتظهر في التسجيل الزنازين الانفرادية والجماعية التي أخلاها النظام من المساجين قبل دخول التنظيم بأيام ونشر المكتب الإعلامي لولاية حمص التابع للتنظيم تقريرا ثانيا مصورا لبعض الأماكن التراثية في مدينة تدمر السياحية بعدما رفع عليها علم التنظيم وكان المسرح الرومني في تدمر السورية قد شهد إعداما جماعيا لعشرين شخصا رميا بالرصاص نفذه عناصر التنظيم الدولة وقال مدير المرسد السوري المعارض إن عدد من الأهالي شهدوا إعدام رجال تهموا بأنهم شيعة ونصيريون يقاتلون إلى جانب النظام وكان تنظيم داعش تسيطرة في الواحد والعشرين من الشهر الحالي على مدينة تدمر التاريخية العريقة وعمد في هذه المعركة التي شملت مناطق قريبة في ريف حمص الشرقي إلى قتل مائتين وسبعة عشر شخصا على الأقل بينهم سبعة وستون مدنيا وثائقي عن اللحظات الأولى لسيطرته جيش الإسلام على جيش الشغور عرضت شبكة فيس الإخبارية وثائقيا عن معركة جسر الشغور الأخيرة التي خضتها فصائل المعارضة في وجه النظام السوري بهدف السيطر على مدينة جسر الشغور الواقعة في ريف إدلب الغربي وقطع طريق الإمداد الواصل بين مدينة أريحة وريف اللاذقية الوثائقي الذي يمتد أكثر من خمسة عشرة دقيقة يصور اللحظات الأولى لسيطرة جيش الفتح على مشفى جسر الشغور الذي كان يحوي أكثر من مائتين وخمسين جنديا نظاميا بعد حصار دامة قرابة الشهر فدأ الأخوة من كافة المحاور بالعمل جميعا وبالتنسيق مع بعضهم البعض كل فصيل كل تنظيم يأخذ محاور الغالبية كانت العنصر المهاجر الأخوة التركستان هم الذين قاموا بإقتحام النقاط المهمة وعرض الوثائقي مقابلة مع أبي زين العابدين أحد القياديين الذين خاضوا المعركة فأكد أن جيش الفتح مستمر في معاركه من أجل تحرير ما يسمى بلاد الشام الحمد لله رب العالمين صار في تجمع صار في وحدة وصار فيه إن شاء الله كلمة واحدة وهذا أحد أسباب النصر الحمد لله رب العالمين وإن شاء الله نحن مستمرين في التحرير باتجاه إن شاء الله الغابة من ثم إلى تحرير كافة إن شاء الله بلاد الشام بإذن الله وفي ختام الوثائقي عرضت شهادات لسكان منطقة جسر الشغور في أثناء لجوئهم إلى تركيا هربا من القضائف والمعارك كان في النشرة مجلس وزراء تساقلوا عبر المواقع الإلكترونية فقط يقدر إنه بلبنان مفروض تكون النسبة حوالي 1-2 بالليد ألف أبو طائي نقطة عبور للقاء النصر أبو طائي نقطة عبور للقاء النصر حزب الله للمستقبل تورط حزبهم بالاحتضان المبرمج الأدوار لعصابات الإرهاب التكفيري خضر عدنان يشعل معركة الأمعاء الخاوية دائما يخرج السجن محمولا على الأكتاف منتصرا أو محمولا على الأكتاف الشهيد وفي النشرة ناشطون يتساءلون الجولاني من يكون وحقيقة الأمر قطب قادم على حزب الله ليس على لبنان إذن مشاهدين كان هذا كل ما لدينا من أخبار حتى الساعة تابعوا بعد هذه النشرة مباشرة وثائقيا خاصا أعدته الزميل يمنى فواز من العراق جمر الروافد يقوم بجولة ميدانية مع الحشد الشعبي تصوير الزميل محمد بربر شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر